بحقيكم مشاهدينا وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من بيروت اليوم بسنة أن نستضيف بها الحلقة النائب المستقل دكتور ميشيل دويهي أستاذ ميشيل أهلا وسهلا فيك بالأم تي في رح نبدأ حلقتنا اليوم من دون مطولات لنستفيد من الوقت بالحدث اللي استجد بالساعات الماضية واللي هو أرى المجلس الدستوري بتعليق وقف الانتخابات البلدية ووقف تنفيذ قانون التمديد للانتخابات البلدية ولكن عنده أسابيع للبت النهائي بالموضوع شو رأيك بالموضوع هل تعتبر حالكم انتصرته كونك جزء من السياسيين اللي قدموا أطعون أول شي طبعا يعني خلينا ببلش بولا أول شي شكرا على الدعوة نادين تاني شغلة يمكن قبل أن أفوت بالمضمون ممكن كلام عن الشكل كان ممكن كان يكون أفضل لو في 30 و40 و50 نيب مضوا على إذا بدك قانون اللي يقاف القانون طبعا البلديات طعن ما صار هالشي وهذا شي يمكن خلى بعض الناس تسأل أسئلة على أنه ليش طعنين مش طعن واحد هذه من الأشياء اللي أنا بعتبرها جزء من learning curve يعني عم نتعلم كمان كلنا مع بعضنا في مكانين ما العمل البرلماني التنسيق إلى ما هنالك مع الكتل نحكي مع نواب وكمان في نواب يمكن ما تسنن لهم يمضوا على قراري الطعن وهني كانوا حابين لأسباب اللوجيستيكية لو وإلى ما هنالك الفكرة إنه كتير مهم اللي صار أعلم نحكي عنه بس كمان أهم من هيك إنه اليوم عم نكتشف كلنا العمل البرلماني الحقيقي كيف لازم يكون إن كان على القطعة ولا بالموقف أكتر بالسياسي ووضوحا وإلى ما هنالك استعملنا اليوم بهالطعن ندين أداة متاحة للنواب بالدستور يلي هي العلاقة طبعا بيفصل السلطات والعلاقة يعني نذهب صوب المجلس الدستوري لما نحس إنه في شيء عن جد خرق كتير كبير كتير كبير بالدستور وبهالمعنى اللي صار اليوم هو طبعا واضح قرار المجلس الدستوري يعني علق القانون يلي طلع عن مجلس النيابة وهنا بنحكي عنه وهيدا بيرأي المتواضع بلا ما يكون خبير دستوري إليه علاقة بأن الأسباب الموجبة يلي كان حاططها المشروع القانون هو غير يعني مقنعة لا يقدر يمارفع وبالتالي برأيي بتصور نحن زاهبين بهذا بلد تعرف كيف بصير دغوطات سياسية والمفاجآت طبعا برأيي زاهبين نحو يعني تصير الانتخابات البلدية لأنتوا ساعدين لنكن حققتوا انتصار على المنظومة السياسية اللي كان بدأت تأجل الانتخابات إيمانا منكن بأهمية حصول الانتخابات بمعايدة دستورية ولكن في حال تقرر إجراء الانتخابات وما في أموال كافية لإجراء هذا الانتخابات كيف أننا نعمل هذه الانتخابات اللي يبيح حاجة لتحضيرات لوجستية صارف أموال كتير كبيرة من وين الحكومة بدأت تجيب المصاري لتعمل الانتخابات؟ هذا سؤال بمحلونا دين أنا من النواب إضافة لعدد كبير من النواب كانوا يقولوا من ستة شهر ما تتركوها لآخر لحظة حرام نحرم اللبنانيين من فرصة مكرسة كمان بالدستور وحق إنساني هيدا ومواطني أنه ينتخبوا السلطات البلدية والمحلية طيب هذا الشيء اللي عملناه أنه ذكرنا رئيس الحكومة ذكرنا وزير الداخلية للأمانة كمان وزير الداخلية اللي قاله يمكن على الإعلام بكذا مرة أنهو جاهز لما وزير الداخلية على كذا شهر ندين قال أنهو جاهز لوجستيكيا صرنا نحن نفتش على جود بالموجود كيف ممكن تمويل هذه الانتخابات؟ هو جاهز بس هو مش مسؤوليته الأموال هو جاهز بالنظر لوجستيكيا على الأرض أنه يتصير الانتخابات فنحن بلشنا نفكر كيف بدنا نمول هذه الانتخابات أنا من النواب في فريق السياسي كمان معي عم يقول أنه المجلس حسب المادة 75 هي هي هيئة انتخابية ولا هي هيئة تشريعية وبالتالي بلشنا نحكي كمان مع الوزير ومع رئيس الحكومة وحكينا فيه على الإعلام أنا وغيري أنه ممكن تمويل هذه الانتخابات من صحبات الخاصة للأس دي آر يلي قريدي عم يستعملوها عم يستعملوها للباسبورات عم يستعملوها للأمح عم يستعملوها للأدوية وإلا ما هنالك من إشاء وبالتالي كان ممكن كان ممكن لو في إرادة السياسي وهذا الأهم رغم أنه هذه فكرة كتير مهمة اللي يجب أن نضوي عليها أنه الحكومة عم تصرف من الأس دي آر بلا موافقة المجلس نيبي وهي مخالفة أكيد ولكن أمام للأسف هي فراغ رئاسي ما في حكومة تصريف أعمال والمجلس ما بيشرع لأنه في فراغ رئاسي وبالتالي صرنا أمام حائط مسدود أمام هذه المسؤولية التاريخية لأنه إخر شيء انتخبنا لنقدم حلول من ضمن الموجود ومن ضمن المشاهدية السياسية وبالتالي رحنا أنه لوزير الداخلية يلي هو أكد كذا مرة أنه بيتمنى يمول هالانتخابات من الأس دي آر لأنه فراش ماني بقدر يدفع الميزوت وبيقدر يدفع البنزين وبيدفع الأجرات الأساتذية والقودات وإلى ما هونالك من تكاليف يوم الانتخابات علم أنه جزء مننا كمان مليونين ونص حسب الوزير كمان كان مول من الوين دي بي ومن كذا دولة منحة يعني ما يكون مشكلة تكفوا بمخالفة الأنون إذا الموضوع بيصب لمصلحتكم يعني نستعمل أموال الأس دي آر اللي هي أنت بعدك آيل هلأ أنه ليس الحل الأمثل ولكن الحل الأكثر واقعي بذل هالمشهدين نحن فيها من أي كتابة دك تحرم تتمويل انتخابات البلدية نحن عم نصرف على الأمور المهمة في البلد اللي هي حيوية يعني تستمر الأمور من وين بدنا ناخد هيد الأموال؟ هلأ هو قدرين هي أمكانية؟ الأس دي آر المبلغ التوتال نادرين كان مليار ومئة وعشرين مليون مصروف منه تقريبا شيء 780 إلى 800 مليون بعد فيه شيء 300 مليون نحن عم نقول 8 مليون فاصل 9 حسب الأول وزير الداخلي ممكن استعماله نتمويل انتخابات البلدية اللي عم قول هيك لأنه بها المشهدين المعقدة بها الانهيار الاقتصادي الكبير كمان ما لازم نحرم اللبنانيين من إدارة شؤونه المحلية والاختيارية ما بيجوز حرام هذا شيء اسمه يعني مش بس غلطة سياسية هذا اسمه أكتر أكتر من أنه عم نخون اللبنانيين والأمانة هذا بلد ديمقراطي هذا بلد تداول السلطة فيه جزء من حياته وحيويته قول رادي انتخابات البلدية وانت بتعرفي نادير مأجل السنة بنجرع كمان من أجل السنة فبهال معنى مش ناك نحن أوشي قطعنا الجلسة التشريعية لأنه هي بالنسبة لأنها غير دسورية وقدمنا طعن ويبدو هالطعن اللي حيمشي وبالتالي هون يمكن نافذة أنه بأسرع وقت لازم الحكومة تجتمع ووزير الداخلية يقول أوكي المجلس دسوري هيك قال يجب أن نذهب إلى انتخابات البلدية بأسرع وقت ممكن ونحضر حالنا كلنا مناطقنا لانتخابات البلدية لأنه كتير مهمة خصوصا بيزيلها الانهيار الكبير عايشينهم نعم نهون كمان نضوي على أهمية المجلس البلدية عندها صلاحية كتير واسعة باللبنان تقدر تحل أو تخفف من أزمة كتير من الملفات اللي هي عدد كبير من البلدية ما بيعرفها أنهم قدرين يشاركوا بيحل الأزمات تعرفي نادين فيه كونسبشن صورة شوي هيك بالموضوع البلدي عند اللبنانيين عموماً اللي بيشتغلوا بالشأن العام أنه النيابة أهمة البلدية أول شيء بالسان كاميرا في بيبليك بفرنسا الجمهورية الخامسة فيه أو ثلاثة أو أربعة رؤسة جمهورية كانوا رؤسة بلديية وبالتالي العمل البلدي سلطات تنفيذية بالكرة والبلدات والمدن من أحلى وأجمل الشغل بالشأن العام هون في لبنان فيه نظرة مغايرة لها شيء بيعتبروا أن السياسة علماً أنه القانون موفر لهم كل الصراحيات ليشتغلوا هيدا المجالس المحلية السلطة التنفيذية دغري بيحلوا الأمور ودغري بيأخذوا قراروا وبينفذوا وبقدموا مشاريع عن مجلس البلدي وإلى ما هنالك فيه جمالية إذا جازت تعبير بالشغل البلدي فيه أهمية وفيه أهمية كسوة واحد دي طبعاً يدير باله على بلده وعلى مدينة وإلى ما هنالك أكيد طيب ما ليش خليني لو الموضوع مش مباشر السؤال لإلك بس لأنك جزء يعني من هيدا الشي كان فيه طعنين بهيدا الملف عرفت ليه كان فيه طعنين تقدر تعطينا شوي خلفية لسه برجع بقول تعمل سريعين متفقين على أهمية هيدا الانتخابات بالشكل برجع بقول ما كان لازم يكون فيه طعنين كان لازم يكون فيه طعن واحد لأظهار صورة أوسع وأشمل لهذا المزاج اللي بسميه اللي هنالك بنحكي عن فكرة المعارضة والمولاد هذا المزاج السياسي يلي عم شوي شوي كزا كتلي عم تحس حالها هي موجودة فيه تحديداً من الموضوع الرئاسي بيان 43 طبع القضاء بيان 46 طبع موضوع الجلسات التشريعية وبالتالي أنه عدمها بالفراغ الرئاسي وبالتالي كان أفضل المزاج السياسي واشعبي أنه يكفي هلوكي حب فريق من هذا المزاج أنه ضغري هو يطعن تاني نهار بعد ما طلع الأنوم الجريدة الرسمية ماشي الحال ما بين عمل مننا قصة الأنجو والتحدي أكبر بكتير ما أنه نفوت بهالقصص لأنه عندنا كتير شغل صور ليه خطرت تكون مع الطعن مقدم مع هذا الفريق مش مع التاني لأنه كان فيه أربع زملاء فيه ثلاث زملاء تغييريين مارك داو وضاح صادق ولياس جرادة هونيكي وهذا الفريق اللي أنا بنتميق عليه طبعاً مع التأدير للطعن الأول صفعة اليوم فينا نقول صفعة بالمجلس الدستوري لم يتعتقد أنه موجهة أنا برأيي المجلس الدستوري لعلى رئيس مجلس النواب ولا لرئيس الحكومة أنا برأيي اليوم ولحجاوب أنا مني تعرفيني ندين أنا مني ما بتخبى وراء كلامي أنا برأيي هيدا يعني كان موجه مباشرة ضد كل كتلة كل فريق سياسة أول شي شارك بتأمين من صاب هذه الجلسة وصوت مع مشروع تمديد للبلدية فكلهم سوا بهالمعان بس أكتر من هيك أنا برأيي اليوم المجلس الدستوري في مكان ما وإن شاء الله ما يكونوا مغلط انتصر لفصل السلطات انتصر لأنه نحن النواب قادرين إذا تعن متماسك في ناس جاء داخل مجلس الدستوري قانونيين لدرجة وعندهم استقليل لدرجة قادرين يعطلوا القانونية اللي تلعى المجلس النواب وبالتالي المجلس الدستوري انتصر في مكان ما كمان مجدداً للقضاء لفصل السلطات لفكرة انتظام العمل المؤسساتي بها البلد لأنه جزء من مشاكلنا غير الانهيار الاقتصادي ولا الفساد والمحسوبية هو الفوضى هي الفوضى وعدم الفصل بين السلطات أغلبية القضاء معينين النواب بيكونوا بالحكومة وإلا ما هنالك بلا ما فكرة مولاد ومعارضة لأنه ما في مشكلة نيب يكون بالحكومة شرط يكون في انتظام القضاءة يعني اللي بدتوا بالملف ولا استقلاليتهم وحسن نظرتهم لهذا الموضوع يعني أعلين أنه سيصدر قراره في الأسبوع المقبلة لماذا برأيك هذا التأجيل التقني الصغير هل هو فعلاً بحاجة لدراسي هالأد أم أنت بتخاف بهالفترة الزمنية يصير في تدخلات سياسية قد تغير المزاج يصير في تصويت يخرق شي صوت من شي مطرح مش بس هيك أو أنه يصير في تعطيل للمجلس الدستوري المصدر بطعون 2013 لأنه بدك 8 يعني هيك بيكونوا عدتوا تهدئة للجو أنه نحن بالنهاية بيكون ما وصلنا لنتيجة مثلاً برأيي اليوم نادين مؤشر حقيقي وعملي وقانوني ودستوري كيف راح على الأشياء حجم التدخلات السياسية وشو بده يصير بتطيير جلسات المجلس الدستوري صار نقاش منعلي عليه بوقته خلا نقول نحن متفائلين أن المجلس الدستوري هيك كأنه انتفض وعطى الطعون حقه بالأنون وبالدستور وبالتالي خلنا نشوف شو حيصير بعدين أنا برأيي لوم اللي صار مؤشر جيد لازم نستكمل عمل والضغط لتصير الانتخابات نحن عايشين على الانتظار بهذا البلد الأسابيع فيها تكون يعني 3 شهر لأنه ندين جزء من السقاف السياسي بهذا البلد وعم بحكيها بكتير هدوء ورواء فكرة استسهال تأجيل الاستحاقات الانتخابية رئاسة من وقفة سنتين ثلاثة النيابية أجلناها مرتين والبلدية فايتين بتاني مرة ما بيجوز بهالعصر نحن عايشين فيه أقل الله ونحن النواب يلي جايين من مزاج سياسي جايين حابين نغير بطريقة التعاطي ونغير كيف نشغل السياسي وما عنا كل الشجاعة أنه على القطعة بالمشروع الأنوية اللي منحس حالنا شي بيشبه نحن توجهتنا منحط أمضاءنا عليه بكل شرف وبكل شجاعة هذا اللي عم نحاول نعمله وبالتالي لازم نتفوش ما لازم فكرة استسهال تأجيل الانتخابات سيء المعامم واللي صار اليوم منيح بهالإطار طيب ده نحكي بالبارت الوجه السياسي لهذا الموضوع تقنيا أنونيا حكينا فيه البعض يقول أنه رغم أنه المعارضة خلينا نقول اعترضت على تمديد مهلة المجالس النيابية وقت الانتخاب ولكن هي استيسيا مانا جاهزة ولن تحقق انتصارا في الانتخابات إذا حصلت اليوم يبدو أنه شايفكم البعض أنكم مشرزمين أو ضعاف أنكم ما رح تعملوا نتيجة جيدة تعتقد لم يكن التمديد بسبب لمصلحتكم أنت ترجع واتشدو حالكم شوي لا لأنه في شيء اسمه مبدئية في شيء اسمه دستور وفي شيء اسمه قانون وفي شيء اسمه ممنوع بقى نطير انتخابات ونأجله حتى لو اللبنانيين اختاروا بكراهم ببلداتهم بمدنهم ينتخبوا الفريق يلي هو كان عم يمدد هيدا خيارهم الديمقراطية يتحملوا مسؤولية لبنانيين مثل ندي ما تحملوا مسؤولية انتخابات بعد جمعتين لا سنة ما حدا محمل كله نافذ إيدو أنا برأيي لبنانيين اليوم أمام أمام هذا خلنا نقول إشياء مثل ما هي فيه صخب بالبلد صخب اللي علاقة بكتير إشياء يعني كذا الشغلة عم تصير بذات الوقت انهيار دمار خوف هلما نحكي موضوع اللاجئين السوريين فراغ رئاسة عندك طبقة سيسية ما قادرة تطلع من الماضي ما قادرة تطرح أي حلول حقيقية للمستقبل وفيه جو شباب وصبايا بها البلد بدون إشياء بطريقة مختلفة نحنا جايين نقول نحن نعمل كباش واشتباك سياسي من ضمن المؤسسات وإذا احتجنا نروح على الشارع مثل ما صارب 17-20 كمان لازم الناس تكون جاهزة إذا بعد فيه قابلية عند الناس أنه تنزل على الشارع لأنه الشارع هو وسيلة ديمقراطية كمان لازم دايما نحن فيها نستعملها خصوصا بالأوقات الحارجية نحنا نحن نكون بمحل حتى لو لأرجع لسؤالك ندين حتى لو ما كنا جاهزين ما كنا جاهزين أهم أنه تصير الانتخابات من أنه مين يربحها انتخابات ودوريتها لازم تصير هذا جزء من نفس وهوى هذا البلد طيب يعني أكيد حضرتك بتطلع على بلدك بتشوف مزاج الناس العالم عندها حماس للانتخابات بكل بلدات البلد مش بس بصغارتها وقضاء صغارتها الحماس منه كبير لأنه من الأول فيه هيك ضخ معلومات بالإعلام وأنه فيه تأجيل فيه تأجيل وبالتالي ناس متحمسات بس بعرف أنه خصوصا بيزل عفوا بيزل أنه البلدية عندها مستحقات منها أو بطا إلى آخر يعني العمل البلدي شوي مشلول أو مقيد كتير وبرأيي حتى لو صرت انتخابات مما ربحها برأيي تمويل البلديات لحديث ما الدولة تقوى ويجع يصير فيه خطة انقاس تعافي مظبوطة اللي تقدر تجع تصرف الدولة على البلديات لحتقوم كتير على مبادرات فاردية الشغل بالشأن العام حاليا كنا نحن نحكيها تحت الهواء نويا كيندين تطوع الناس عم تطوع إن كان بالبلد ولا بالنيابة كله بيجونا تطوع وعم نحارب كرمال البلد فبالتالي ميم ما يربح يربح بس ايه لازم نصير الانتخابات حتى لو ما كان في حماس صدقوني فكرة وانا عم بحكي مع لبنانيين عم بيحضرونا فكرة أنه صير الانتخابات هي كسر لصقافة التأجيل وميم ما يربح يربح هادة ديمقراطية بيظل الوضع السياسي القدي صعب اللي نحن عم نرؤ فيه غياب رئيس إلى آخره منحس شوي أن البلد مثل فلتين يعني مانه مضبوط بمطرح كنائب أنت بتمثل مجموعة من الناس المستقلين المعارضين لهذه المنظومة كيف بتعتبر أنه رح تقدر هذه المجموعة تحصن حالة بالانتخابات مقابل القدرة المالية والأمنية والترهيب والترغيب اللي عنده الفريق الآخر على شو مستندين على مستندين على الأساس استندنا لإله نديم بالانتخابات النيبية وهي الوضوح بالطروحات إشراك الناس بالسياسة ويتكون الناس يحسوا حالهم معنيين باللوايح وبتشكيلها وبيرنامج الانتخابي نحنا نشتغل السياسة قد ما فينا لأنه كمان هذا جزء من أشي عم بكتبة مش مذكراتي بعدين صغير عم مذكرات بس إنه فكرة بعد سن من الانتخابات فكرة كيف يتاخذ القرار اللي يتشراك الناس منه منه بها السهولة كنا نفكرينها لأنه اللي بيشتغل بالشأن العام أمرار من الطريق يخذ قرار ضغرة على خط النار مثل ما بيقوله وما بيقدر كل وقت يرجع للحزب أو للمكتب السياسي أو للمجموعات اللي بيمثلها هذا نقاش بيجي بوقت ولكنه لازم نتعلم من هذه الأخطاء كلنا سوا بس مجددا نحنا كتير بحكي عن حالة بمدينة صغرطة بقضاء صغرطة الاتصالات اللي عملتها آخر ثلاثة شهر بكتير ناس وبنواب وبنواب سابقين وبمجموعات وبمستقلين نقول أنه حان الوقت أنه البلدة مش نفصل على السياسة لأنه البلدية هي شأن عام وبالتالي بالمعنى السياسي الأوسع هي جزء من السياسة بس ولكن نخفف ضغط السياسيين عليها لأنه ناس بحاجة لمنهجية عمل مختلفة تمام بلديات نحن كنا لو صارت الانتخابات بعترف بقول كنا لحنكون نص جهزين لأنه بحكم هذا الجو يعني يعني هو غير مؤاد الانتخابات عند الناس بس أنه كنا جهزين كنا عم نعمل دوفور طبعا على الآخر لأنه نحن من جو سياسي بيعتبرنا دين أنه كل استحاق استحاق انتخابة لازم نعطى حق على الآخر رغم أنه الانتخابات البلدية بتكون شوي عائلية أكتر مما هي سياسية وأحزاب لأنه في أوقات حتى الأمور العائلية الحسابات العائلية بتتضارب مع الحسابات السياسية حضرتك ناخب يعني بدك تشارك بالانتخابات ولكن بصفتك كنائب هل رح يكون عندك زافينا رح تخود معركة مع فريق ضد فريق بهالانتخابات تمانيتي أنه لا تمانيتي ما كون أنه أنا جزء من فريق ليحة بلدية ضد ليحة تانية هذا تمانيتي أنه لا أنه نترك نترك البلديات لشباب وصبايا عندهم تالنت عندهم قدرات هائلة عندهم أفكار رائعة لتنمية بلداتهم كل شيء ممكن من السقافة للطاقة البديلة هلقت في طاقة رائعة أنا من الناس عم يقولون أنه نترك الناس هي تشكل لويحة بلا ما ندخل فيها كل سواء أساسا أنا مني زعيم تقليدي ولن أكون يوما زعيم تقليدي وبالتالي ما عندي جماعات وكذا أنا بشتغل مع ناس أول شيء هني أصدقائي تاني شيء مع ناس تعرفت عليهم مجددا صاروا أصدقائي كمان وبالتالي منفكر سواء صوت عالي مع بعضنا بكل الشفيفية بلا ما فكرت أنه أنا نائب وهني مش نواب أبدا وكلهم بيعرفوا هالشيء لنقدم الأفضل لبلداتنا وبتصور كذا نائب كمان تغيير عم يشتغلوا بذات الإطار بس أنا تجربتي أنا ببلدتي صغيرة وبقضاء صغيرة هيدا المنهجين عم بتتبعها لأنه بعرف أنه فينا بالموضوع البلدي فينا ننقل صغيرة وإهدن عما كان أفضل بكتير اللي صار إخ 30 سنة كمان بإطار التأجيل إضافة إلى تأجيل انتخابات البلدية اللي بعدنا بيستلب المعركة هلأ لنشوف شو رح ينتج عن القرارات والتعون وإلى آخرين نحن بتأجيل صار لوقت طويل مؤثر على كل مفاصل البلد هو تأجيل انتخاب رئيس للجمهورية يعني رغم كل ما جرى من ثورة لأنه حضرتك يعني طلعت من بعد الثورة واللي انتخابوك هنه ناس سيروا نزلوا على الطريق وقالوا نحن ما بدنا حدا رغم الثورة والأزمة الاقتصادية والوجع والصخب اللي حضرتك حكيت عنه والغضب وإلى آخرين نحن اليوم جانا عم نناقش كانوا جزء أساسي جدا بالمنظومة السابقة لهم علاقة بملفات فساد باحتلال السوري اللي كان موجود بلبنان ارتباطات مع دول كانت محتلة البلد وارتباطات بشخصيات عندها ملفات فساد واضحة جدا كيف بتقيم هيدا شي رغم كل شي بعدنا اليوم عم نناقش بهود الأسماء ما قدرنا نطلع لمطرح تاني هذا جزء ليكي أنا برأي وهذا شي كتير هيك دقيق بمعنى أنا خلال حملت الانتخابية للنيابة كنت دايما عمقول هيدا المجلس عنده وظيفة انتخاب رئيس حسيت أنه هيدا الجملة ملقطت عن كتير ناخبين بكل البلد أنه هيدا المجلس فات بأيار بعد انتخابات بأكتوبر بتخلص مدة رئيس عون بدو انتخب رئيس لأنه كمان وهون قبل ما أرجع سؤالك بديقول شغلة شغلتنا كنواب أمرها بننسى غير أنه نشرع وغير أنه نرائب وغير أنه نسائل أنه ننتخب وأنه نطلع عند رئيس جمهورية حسب المادي 53 ونسمي رئيس حكومة فبالتالي الهروب من خوض السحقة الرئاسية الهروب من يعني هيك نضحش بمرشح عنده فرص حقيقة هي تخازل في مكان المال الناخبين طبعنا الناخبين طبعنا نتخبونا مش بس غضب مش بس صوت اعتراضي مش بس لأنه تنعوا فينا كمان بالدنيا ننخوض معارك تبع البلد لأنه احنا كلنا بأضابياتنا السياسية خلال الحمل الناخبين شو كنا عم نقول نريد دولة لبنانية بدنا سيادة هذه الدولة بدنا دولة المؤسسات بالفعل وبهالمعنى تجربتنا السياسية اللي كمان عم بيكتبها بهالسنة هي كانت بهالإطار أنه فصل السلطات كيف بيشتغل المجلس كيف كان سلوكنا بقلب الليجين وإلى ما هونالك وبالتالي أمام هذه المشهدية ندين بهالمجلس توزيع الكتل بهالطريقة في فريق اليوم بالبلد الثنائي أما الحزب الله تحشوا بمرشح يلي هو طبعا جزء من 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 آلة الحكم في لبنان جزا جزا طبعا نحنا شغلتنا نقول شو نحنا وغيرنا أنه لأ نحنا ممكن يكون عنا مرشح آخر هذه الديمقراطية هون هون معلقة للأشياء ليه لأنه كمان الفرق بالسياسي في لبنان كمان المعارضة تحشت إذا نستعمل نفس التعبير بمرشح كانت جدية بس كان في عندكم صغرة بمعركتكم أو بهجومكم بمرشحكم قدروا من خلالها يحوروا المعركة من يعني معركة شبه ثابتة وقوية لإلكم إلى خلصت ضعضع يتسلحى تبعكم وأخذوا هن الطوبة يعني هون في خطأ من عندكم هي كمان بدنا نوصف المعارضة والمولاد أنا نحنا دعنا نسوا وتقسمتوا هن معهم هن مع بعضهم بس ضد بعضهم لأنه في بعض الزمل عم يستعملوا كلمة معارضة السيادية وكذا أنا برأيي بدأ تدقيق أكتر من هيك لأنه المعارضة والمولاد بينفرزوا بس يصير في رأي جمهورية رئيس حكومة وحكومة يعني معارضة للنظام الحكم على أساس السياسات الاقتصادية الاجتماعية السقفية طبع الحكومة أنا كان يبلح نقي وين بدي يكون أو بولية بدعمها بمشاريع وينين أو بعرضها بالمجلس النيابي هذه هي الحياة السياسية لازم تكون فكلمة معارضة شوية كبيرة بالمعنى لأنه ليه في التفاف أو مش في التفاف في هيك نوع من طلاقي بين كذا كتلة على مثلا ترشيح الزميل ميشيل معوض هذا الشي وصل لسقفه كل اللي بتعرفه حتى الزميل معوض بيعفو وصل لسقفه لابد من التفكير بخيارات أخرى نحن كتكتل سابق تغييره كان عنا مبادرة مع أسماء برأيه وهذه جزء من المراجعة بشجاعة بقوله وما عندي أي حرج لو من أول نهار من أول جوسة فتنا بواحد من الأسماء ونحن صوتنا أساسا حتى لو كان تصويت غير الزامة صوتنا لمراجعة لو من الأول كملنا فيه ما كنا فتنا بهذه بهذه سلسلة من اللي كلنا شراكنا فيها وحطينا حالنا بمحل كتير صعب من الأخفاقات بالموضوع الرئاسي طبعا هذا ما بيبرر ما بيخفف أنه الأحزاب السياسي والكتل السياسي كانت كتير شرسة وطلعت فينا كمان للأمانة أنه أنتوا مين 16 ناية بجداد أنا ذاك عم تحكوا باستحاق تير كبير وقال ما هونالك جرقنا على السياسي وتجرقنا لنحط أفكارنا جزء من فاركشتها هو نحن أنا أعترف هي نحن نحن ما عرفنا يمكن في مكانين ما وبحكي عن حال اللي أنا كتبها مع ملحم خلف ما عرفنا إيه متى يمكن وما عرفنا كيف نحيطها بالسياسي ونخيطها إذا جاهزت التعبير لأنه الشغل في لبنان بالسياسي وبالشأن العام بده كتير جيرانس يعني هيك مانجمت للنيونسات بهذا البلد والتخيط لأنه كتير صعب الشغل بالسياسي بالبلد وخصوصا بظلها الانهيار وبالمشهدية المجلسية بالحال يعني أنتوا بلشتوا بالمبادرات تقريبا أول ناس عملتوا مبادرات واحدة يلول صح طلعت مبادرتكم مثل أنه عملتوا الزيارة للكل ما طلع من وراها أي نتيجة ومن بعدها بلشت المبادرات آخر مبادرة اليوم هي مبادرة نائب رئيس مجلس النواب اللي يسبوه صعب رح أحكي عن هيدا المبادرة إذا رح يلتقي فيكن ولا لا إذا رح يكون لكم مكان واضح بهالجولة اللي عم بيقون فيها ليش إيه ولش لا بس خلينا اتوقف مع بريك أسير ومنرجع مشاهدينا دقائق ونعود لمتابعة الحديث مع نائب ميشيل التويهي منعود مشاهدينا على متابعة لقائنا مع نائب المستقل ميشيل الدويهي أهلا وسهلا فيك مرة تانية كنا عم نحكي قبل بريك عن الجولة التي يقوم بها نائب رئيس مجلس النواب اللي يسبو صعب على الأحزاب أو يعني اللي هو عم بيشوفون أنهم مؤثرين وقاضي بالبلد هل سيلتقي بكم لياسبو صعب أم رح يعتبر أنه موقفكم رح يكون ضمن موقف الأحزاب الأخرى أول شيء قبل ما يكون نائب مستقل ندينا نائب تغييري وهي دي أحلى صفة عندي لأنه أنا عن جد لقدر ربحت بقضاء صعب سياسيا تاريخيا بديرة كانت آسي إذا جالزت تعبير كتير بيشرفني أنه يكون نائب تغييري ومسل مزاجة الشباب والصبايا اللي انتخبونا هذه الشغلة الشغلة الثانية بتصور دولة الرئيس بصعب إيه لحيتصل بكل الكتل وحتى لو كتل بطلت متماسكة لحي حادل يشوف كل التكتلات وبتصور إيه لحي تصل فيه من يومين وخبرني على هالبرمة اللي عم يعمل وبالتالي بتصور بتصور لحيعمل كل البرمة على كل الكتل وبعدين ما عشو سيطلع معه بس أنه فيه فراغ فيه فراغ بالحياة السياسية البنانية اليوم فيه فراغ كبير أنتو عنصون قبول لأنه تقادوا وتحكموا أكيد آخر شي بغض النظر عن السياسة هو نائب رئيس مجلس النواب ونحن نواب فبالتالي خلافا لكل شي كان ممكن ينقال على الموضوع أنه مع مين منحكي ما منحكي آخر شي فيه سلوكيات وفيه أدبيات أنتو لتقيته بحزب الله ورئيسنا بيهبر هو الكتل أفرزتهم أصوات لبنانية بانتخابات أقل من سل فبالتالي ما فيه مشكلة رح تلتقوا فيه يعني هو عم بيقوم جولته على القيادات بمراكز الأحزاب رح تلتقوا فيه بالبرلمان ولا أنا برأي هذه دغري من حلة منها مشكلة يعني فينا نلتقي فيه تلتقوا ببعض دايما طبعا ليه لازم هيد الجولة مع استعراضات وصور وتقعدوا بما كتبكم ويجي لعندكم وتحكوا وتجير وتطلع يعني ما أنتو بتلتقوا يعني شو رح تحكوا شي مختلف بهالمكتب عن اللي بتحكوا مع بعضكم كل يوم بالبرلمان أنا عم جاري بس فصل للناس شو بتختلف هيد الجولة اللي بيقوم فيها النقب اليسبوصاب ولا لحظتينة يعني عن الشي اللي بتقضوه بالبرلمان مش هونيك لازم تحكوا مفترض بلا أكيد وهذا جزء من العمل البرلماني من اللوبي إذا بكرا عندي مشروع عنون بدي مضي بدي حدا يوفق له ليه صوت معي بالهيئة العامة قدر اضغط فيه بالليجان عنكم مكاتب فيه مكاتب النواب للأسف بناية النواب يعني حالتها يرث لها لأنه بعد الانفجار هدم كل شي بس إيه فيه ثالونات بالحد الهيئة العامة وإلى مهنالك بينحكى كتير وكل نواب أنا برأي أنا اللي بيعرفنا نديم بيعرف أنه ما كتير بحب الفولكلور بالسياسة والصوار والزيارة فضل العمل السياسي بهدوء أكتر فضل العمل السياسي هيك بتكتب هل هو تكليز لزعامات معينة هذه الجولات بمكاتبنا الخاصة يعني بعدنا بهيدا الإطار عم نحكي هونيك عم نشتغل سياسة هلأ ما بعرف إذا هيك بيقصد وراء يعني هيك هذه الأصل طبعا طبعا اللي عم يعملوا النائب وصعب بس عم يشوف رؤسة التكتلات يعني وبالتالي ما فيشوف كل النواب ذات الوقت إلا بعض الناس يلي هني بتكتلات وما إلا رئيس أو ما إنهم حزبيين وإلى هونيك مضطر بديوا يشوفوا الكل أهم من هذا كله سوى اليوم تعبئة الفراغ بالسياسة ممكن يكون إذا ما كان في حديث جدة وبالأسماء مواصفات خلصنا ها هون جيس السؤال بس فكرة إنه تعبئة الفراغ للفراغ ممكن يكون مضر أكتر ما إنه مفيد صحيح وبالتالي على النائب سكيف والنائب صعب وعلى كتير ناس عم يتحركوا تحت الرادار بيهدوء وبيرواء إنه بلحظة ما يقولوا فيه اسم معين لا البلد بيحمل ولا اللبنانيين بيحملوا وكمان في مكان ما هذه طريقة العمل السياسي الجديد الجديد بدأ تطوي صفحة الماضية لأنه كله بالكواليس ونطرين السفرات وعلى ما هون شكلك أنت ونائب بصعب ما رح تتفق باللقاء رح تقعدوا فيه مع بعضكم لأنه هو قال إنه نحنا بوضع أهم من أنه نحكي بالأسماء نحنا بوضع أمور أخطر من هيك بكتير نحنا بأزمة حقيقية العالم ما بتحكي مع بعضها الحديث بالأسماء أقل أهمية بهيدا المعنى اللي قال شو هو رئاسة الجمهورية غير إنه نقق اسم لا بتصور 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 نحنا بس نحكي مع التقب الناب وصعب لا بتصور فينا التقب بالعكس تماما كمان بالسياسة أليس بالسياسة اللي بينقال قدام الأعلام غير غير بينقال جوا وبالتالي بتصور الكل صار بده حل والكل عقله عملي وبراجماطي ندين لدرجة إنه نقدر نتفق صور فبتصور ما فيه مشكلة بالموضوع يعني الخلاف منه أبعد من الأسماء بتكون تتفق على اسم بالأخير طبعا هون يصار نقاش تاني لأنه بيصير نقاش هون رايح صوب اتجاه إنه إذا جازت تعبير مجددا تحصيل الشروط بالرجل الثالث إذا يعني الجولة لا تشمل طرح مجددا اسم السلامية فرنجية الجولة تشمل بس نلتقي مع النائب الصعب ونائب غالسانسكيف أكيد شغلتنا نخبر وأنا ما عندي مشكلة وقلت على الإعلام بجعب أولا نحن بسلت الأسماء اللي حطيناها ندين لما عملنا المبادرة كان فيه ثلاث أسماء فيه اسم حسينا بوقت ما إنه ممكن شكل تقاطعات مع القوات ومع الكتيب ومع المستقلين ومع اللقاء الديمقراطي وقلت على التيفي من أشهر وقلت من جمعتين وعم أولى هلأ هيدا خيار جد بالسياسة فينا نروح ننتخب السياس صلاح بيربح ما بيربح صار نقاش تاني بس لازم يكون فيه وجهة اللبنانيين ترعبوا من المواصفات لبنانيين ترعبوا من الكلام الخشبية اللي إنه هلأ مش وقت الأسماء لا هلأ وقت الأسماء أكتر من أي وقت مضى ما بقى لازم نتخبأ وراء أصبعنا إذا حدا عنده مرشح تاني خليه يقوله مين مرشح تابعه بس ما بقى فينا ننطر الإشي اللي تستوي وبعدين مننزل بإسم لا لازم نكون عندنا شجاعة كيف نقول برأينا هذا الاسم اللي فيه تقاطعات عليه خلي الرئيس بره يدعي لجلسة وروح ننتخبه هيك لازم يصير الشغل ما بقى بقى نتخبأ وراء العنوين الفطفادة أنا هلأ معك لايف حطيك اسم يعني إذا سليماني فرنجي قدر أمن الـ 65 صوت بتكمله النصاب بتروحها لجلسة بتصور بتصور بالمبدأ أنا بحكي بالمبدأ إذا بتكن بالمبدأ بالمبدأ أي مرشح محسوب بالسياسة على هيدا الطرف هي دعوة مجانية مكررة لست سنين من العزبات بهيدا البلد مش لأنه شخص ممنح لأنه هيدا المنظومة الراعية لهيدا الخط منا قادرة تقدم حلول للبنانيين منا قادرة تعيد علاقات لبنانيين الدولية والعربية وبالتالي مش الشخص النهج نحن عم نتصدى للنهج وشغلتنا ما فيكن تفصلوا الاسم عن النهج يعني هيدا الجملة اللي عم تقولوا لنا هي منة كتير يعني حقيقة نحن منعرف مواصفاتكم العالم اللبنانيين بيعفوا مواصفاتكم كلكم وعارفين كل واحد بأي أستفاف محدود يعني الاسم ملاصق للنهج إذا منقول الإسلامين فرنجية ما عروفش النهج ليش عم تفصلوا النهج عن الاسم سامي الجميل قال ما في مشكلة قال أن الاعتراض على فرنجية هو فقط الاعتراض على خطه السياسي أنت تعترض على فرنجية كاسم سليمان فرنجية ولا أنت يعني شو اعتراضك عليك لا أنا ما بشخص بالسياسي رغم أنه ابن بلتي ابن مدينتي يعني هو كشخص أنت تؤمن أنه هو قادر يحط خطط للبلد قادر ينهض بالاقتصاد قادر يجمع اللبنانية مع بعض بس المشكلة هو ارتباطه السياسي لا ما بدا شخصا لأمور لأنه يجب أن يظن أنا فوق هالأشياء السياسي واحد يجب أن يعرف يفصل بين الأشياء لا أنا برأي الفريق تبعه بالسياسي غير مؤتما على إدارة صالحة بالبلد بالموضوع الاقتصادي وموضوع السيادي بهالبساطة وبالتالي هو دائما بيقول على العلاء أنه محسوب على هذا الخط يمكن ما بحب يحكم عن النواية يمكن إذا انتخي بيكون يقدر يعمل بثير أشياء بس برأي برأي الديمقراطية والدستورية والأنوانيين اللي عنيها بهالبساطة لازم نتعلم كلنا نطلع فوق الشخص هو ابن بلتة بس خصني بالسياسي نزلنا ضد بعضنا بالسياسي بالانتخابات أقل من سنة ونائم عود كمان نزلنا ضد بعضنا بالانتخابات فأنا فيه مكان مؤتما بالحقيق أو بالعمق على هيدا الخيار التالت والرابع بقضاء صغارت يلي لأنه لأنه وفاء لنا يا خبيني وفاء أو شي لصورتي عن نفس كيف بتعطي بالشأن العام ندين أنه ما بشخص الأمور ما وقفي بالسياسي واضح أنا لن أنتخب إلا رئيس سيادي إنقاذي إصلاحي فوق الشخصاني أنا أفتش على نهج وعلى تراك راكرد فريق سياسي طويل عريض طيب قائد الجيش بيقدر يكون ضمن الأشخاص اللي ممكن حضرتك تعتبر أنهم جيدين لتولي منصب رئاسة الجمهورية ما بعرف ولا قائد الجيش بس بعرف سلوكه بكياد الجيش وكان بتصور يعني كان سلوك كتير منيح وكتير جيد المشكلة بكياد الجيش ورئاسة جمهورية أنه من وقت اتفاق الطائف لليوم ندين في رئيس مدني هو شهيد الرئيس السابق إلياس الهراوي هو الرئيس المدني فقط بعدين كلهم كائدين جيش كانوا هذه الثقافة الانتقال من اللي يرزي إلى بعبدة ويجب أن يكون صريح وواضح فيها يقول ما بتسوى للحياة السياسية حفاظا على الجيش وحفاظا على قيادة الجيش علمان إنه هو ما أنه مرشح علمان إنه علمان بس أنا عمليه ما لا علاقة بقاءة الجيش الحالي عم بحكي بالمبدأ ككل مش كل ما حدا عمل قائد جيش بيصير عينه بيصير عينه بيصير عملي رئيس جمهورية في شي لديمومة واستمرار الحياة السياسية لازم نفصل هذا جزء جزء التاني لمدة 49 واضحة إنه بدأ تعديل القانون لنه يكون مستقيل قبل بسنتين من الوظيف اللي يقدر يعمل فبالتالي أمام هذه المشهدية أنا مني ومن حال ما في شي بالشخص مع قائد الجيش ما بعرفه بس بعرف إنه قائد جيش كتير منيح بس لأنه أنا بيحترم السياسة ولأنه بيحترم إذا بدك فكرة إنه انتظام العام والدستور والقانون ما بعدل الدستور إذا نتخي بقائد الجيش بديتعامل معه كريجمهورية بطبيعة الحال بس أنا لن أعدل الدستور لن أعدل الدستور أكيد بس بتشارك بالجلسة لن أعدل الدستور بتشارك بتحضر بالجلسة بالمبدأ إيه شوف الفريق طبعا إذا أشارك بكل سبب بالمبدأ إيه بس لن أعدل الدستور طيب انتلاكا من اللي قلته ونحن لازم نشوف يعني هيدا اللحظة تقاطع المصالح نعمل أفضل الممكن بالوقت الحالة يعني إذا عم ننبش على شخصية قريبة من كل الأفريقاء قائد الجيش ما عنده عدئات ظهرة بالبلد طبعا يعني هو قائد جيش قريب من الكل دوليا ما في أي اعتراض عليه لحد هلأ ظهر وفيه هلأ لحظة تقارب سعودية إيرانية سورية كمان قد تكون بحاجة لهكذا رجل يعني ناتر لحد هلأ هالموضوع ما بيشكل أي حافز بل كيتفوتوا على هيدا الاسم ونخلص من هالشي وننتخب رئيس أنا برأيي يعني موضوع قائد الجيش لأنه في هالعقبات خاصة المادية الدستورية أنا برأيي الكتلة الكبيرة ممكن هي تتحلل الموضوع وتحلل هذا الموضوع أنا بينه بين حال بيحكي عن حال وعن فرق السياسي بمثله أنا مؤتمن على الدستور اللبناني ولا أنا على الدستور السعودية بلشت يعني أعادت أحياء العلاقات مع إيران تبادل الزيارات بين الوزراء يبدو أنه بلشت العلاقات تنتظم بشكل جيد حتى سوريا كمان صار في عودة للحضن العربي تقريبا بعد ما صارت رسميا مئة في المئة يعني وكأنه الأمور بلشت تنتظم إقليميا حولينا بس في لبنان بعدنا تحشينا على بعض هذا شيء مؤسف صراحة يعني مؤسف لأنه كنا عنا فرصة حقيقة ليش بعدنا فصلين هالفريقين عن بعض بالوقت اللي دوليا بلشوا يحكوا مع بعض بلشوا يحلحلوا الأمور ما شايف أنه لازم نبلش نتقارب مع بعض أكتر داخليا خصوصا يعني خلينا نحكي لهن بلهية إذا حزب الله إيران عم تحكي مع السعودية قصم من المعارضة اللي هن كمان عندهم علاقة جيدة مع السعودية السعودية ما عندها مشكلة بقى مع إيران شو يجبكم جربوا بعده هيدا الموضوع عن السرعة هي المشكلة أنه في تحديد انتخاب الرئيس الجمهورية هو هي تقليد سياسيين لبنينيين مقبل الحرب تقليد دولة سايد تقليد أنه نحنا أنه هذا الشي نحنا ما قلنا نخص فيه وبالتالي الدول الكبيرة والأقل المتقرر ونحنا مجي من حطق نحنا حاولنا به المبادرة لها ما لها وعليها ما عليها نلبن هيدا الاستحقاء وندعي كل النواب أنه ينتخبوا بس فيه سقافة بهذه البلد أو شيء بأولى خوصا عند الناس اللي عمشتغلوا سياسي سنة 30 و40 سنة فيه خوف من واحد أنه يمضي باتجاه يمضي ينتخب رئيس جمهورينا دين وبلا ما يكون مأمن غطاء أقليمي إحنا هذا اللي عم نكسره هيدا استحقاء لبناني سيادة دستوري قانوني لا بدنا ننتر توافقات إقليمية طبعا لبنان بدنا يكون عنده أحسن عليقات مع العالم العربي طبعا بدنا يرده على الإسراء الغربية طبعا إزم يكون عنده إزم يكون دولة سيادية ضابط حدودة عند حكومة بتاخد بتاخد القرار الحرب والسلم بهذا البلد حد أدنى من عمنا المؤسسات دولة لبنانية أنا دايما نقول أنا أنا مع حزب الدولة أنا عم بشتغل بالسياس وبالشأن العام لابن دولة لأولادة ولأولاد العالم لأنه ما نحن نقدر نستمر بهذا البلد إذا ما فيه قيام الدولة وهيدا الشي رابطه بانتخاب رأي جمهورية السيادي إصلاح الإنقاذ أنا عم فتش على رجل على رجل ممكن كان يكون سيد كمان ليش بده يكون رجل كمان كل وقت نحكي عن الرجال في سيدات كمان خرج تكون رأسة جمهورية بهذا البلد ولازم نقولها كمان عم فكر على أحدها أول شي موزون وراي وغير متوتر الطبقة السياسية آخر 30-40 سنة قبل الحرب وبعد الحرب للأسف بأولى وأنا عم بيحكي كباح السياسي مش كنيب تنتج متوترين في السياسة بدنا ناس رايقين يطمنوا لبنانيين أنا عم فتش هيدا كمان كاليتي عم فتشها برأي جمهورية بس يوعد على طاول ترأي مجلس وزراء ما يكون بده شي إلا أنه يديرها البلد ويعطي رؤيته لرئيس الحكومي والحكومي وتروح تشتغل بتعمل إصلاحات هيدا الفرصة نحن فوتناها لبنان هيدا الاستحقاء صعب الورقة بيضة صعب تطيير النصاب هلأ صلنا من جنفية ولا جلسة انتخاب الرئيس لأنه ناطرين كلمة سر من مكان ما نحن كلمة السر نحن قدرين نقوشه بدنا ومشان هيك قدامك مرشح أعتقد أنه فيه فيه طلاق عليه هلأ إذا ما صار هالشي بكون عملت شغلة كنايب أنه مش بس أنه أنا بشرع وأوني أنا انتخابت انتخابت مباشرة ومعني ندي مباشرة بانتخابي رئيس جمهورية لأنه هيدا شغلة كنايب كمان أدي خطرة أنه ما ينتخبه رئيس تخلص ولاية حاكم مصر في لبنان نعمل انتخابات بلدية الأمور تمشي عادة الحكومة عم تجتمع الطعون عم تبت عم بيصير كأنه عم نتطلع أنه كل البلد ماشي بس في هيدا المنصب في فراغ يعني ما بتخافوا أنه مع الوقت والممارسة تنتفل حاجة لهيدا الرئيس من وراء أداء السياسيين أنه هيدا نعمل يعني نورماليزازيون طبعا الحياة السياسية لبنانية بلاء رئيس جمهورية خطرة كتير هيدا الشي مشان هيك كل الوقت هيدا الأولوية من خلال انتخاب رئيس مش حياة لرئيس هون مفتاح الحلنا دي بتشكيل حكومة دغري بدنا نشوف شو من العم مع صندوق نقدم بلش بالأصلاحات في كتير هيدا بلد اقتصاده صغير ما بدنا كتير أن نطلع من الكبو اللي نحن فيها بس بدنا قرار سياسي سيادة مستقل بدوا عن جد يشتغل وشيل البلد من هالحفرة اللي هو فيها هيدا المطلوب مش مطلوب الناس نجيبهم من الكواكب مطلوب الناس لبنانيين سيادين وبالتالي نحن عم نعاني في مكان ما ماشي الحال هذا جزء من اللعبة السياسية عم نعاني كمان أنه هذا الرجل التالت أو الخيار التالت بالرئاسة الكل بده حصة فيه نحن عم نقول طب ما خلص في مكان ما خلاني نتفق بهالمشهدية بهالمشهدية نحن فيها بهالانهيار الكل لازم يتراجع الكل لازم يتراجع تحت شرط سيادة إنقاذ إصلاحي ونروح على السياسي ندين وهون الفكر نفكر فيها صلى جمعة أنه يصير فيه نوع من تعليق للسياسة بفترة يعني فترة زمنية كتير محدودة التعليق بالمعنى الإيجابي نضلك اليوم نشتغل بالسياسة وبالشأن العام بس فكرة نرجع نتنظم نخود انتخابات الـ 26 هون الفرز الحقيقي بس على قليلة نهدي البلد ونحميه ونعطي للجمهورية للبنانية رقي جمهورية بيقدر يهدي اللعب ويوقف النزيف طيب قبل ما يخلص وقتنا لأنه بعد عنا دقيقتين يمكن نحن تقريبا مثلنا سنة عاملين انتخابات وحضرتك سنة نايب بتفكر ترجع تترشح بالمرة المقبلة هل النيابة يعني كانت مثل ما أنت متوقع هل بتعتبر أنك ما خيابت أمل نخبينك هذا حديث مهم وممكن واحد يستفيد فيه أنا دايما بس إجي على البلاتويد دايما بيكون معي برنامج الانتخابي دايما اتذكر شو عدت الناس هذا البرنامج الانتخابي وزعته بإيدي بمدينة صغرتها وبقضاء صغرتها يعني لقايل فيه كذا شغلي بالموضوع السيادة موضوع الاقتصادي موضوع توزيع الخسائر استقليل القضاء لمركزي ده دي موسع بهول القصص يعني أنا على أساسها ترشحت من ضمن اتلاف ولاحة شمال أنا زاك هو اللي بعد أنا أمين عليهم بالموضوع السيادة ما تنزلت ولا شي بالموضوع القصص الثاني اللي عملتها بالمجلس النيابة المحاضر شاهدة كيف خدنا معارك أنا وغيري بموضوع الكابتال كونترول والسرير مصرفي وعيادة هيكلة المصارف وموضوع الحريات كنا موجودين وينما كان هلأ طبعا في الوظيفة طبعا نيب ندين ايه واحد بس يكون جوه بيختلف الاشياء كتير عما يكون أو اساس بالجامعة أو ناشط سياسي اسمح لي قول للعالم قدي معاش النائب في لبنان 10 مليون و800 ألف يعني تقريبا 100 دولار نعم مشاناك أنا من نواب أنا من نواب ما بده يعني عفوا على الكلمة ما بده يسترق بده يتر يشتغل أكتر من وظيفة ليعيش 100 دولار طحية يعني مثله مثل الموظفين كل الكتاعة العام مشاناك أنا بشتغل بعدني اساس بالجامعة وبعمل أبحاثي وكتير مرتاح محالي ومتصالح مع الفكرة لأنه هايدي أنا نحطيت به هالمحال بدي تحمل مسؤوليتي على الأخير صح إذا بترشح أو لا هيدا قرار بياخده أول شي مع عائلتي تاني شي مع الفريق العمل بيشتغل معه بيقضاء صغارتها وصغارتها وببيروت وبالجنوب مستقل تجاه تجاه وبيجع بياخده أجمال مع أصحابي فقرار مش بس لألمية بالمية بيتفكر فيها بوقتها إن شاء الله يكون تكون المشهدية اختلفة ويكون البلد يرجع ارتاح لأي يرجع يبني حال وعن جديد إن شاء الله أنا بشكر حضورك معنا أستاذ ميشيل دويهي قلت اللي ما تعطيلي سعادتنا ما بتحبي كثيره للألقاب يعني دكتور عزيزي على قلبك أكتر أه أخذت من الوقت كثير طبعا شكرا لوجودك معنا شكرا لصراحتك مشاهدين لهم تنتهي حلقتنا أنا بشكر متابعتكم منلتقي بحلقات مقبلة إلى اللقاء اشتركوا في القناة